اهلا بكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنحط في الاول نص كوباية من السكر البدرة وعليهم نص كوباية من الزبدة تبقى طرية بدرجة حرارة الغرفة زي ما احنا شايفين كده مطلعينها من التلاجة قبلها بشوية بس ما تبقاش سيلة تبقى متماسكة بشكل ده بس طرية 125 جرام هنقلبهم مع بعض كويس مش هنحتاج بقى ده مضرب كهربائي ولا اي حاجة هو بالمضرب اليادوي كده هنقلبهم مع بعض لغاية لما السكر يدوب مع الزبدة ولغاية لما لونها يبقى فاتح وده مش هياخد اكتر من دقيقتين او تلات دقايق من التقليب لغاية لما وصلت ان قوامها يبقى طريق وفاتح وناعم خالص بالشكل ده طبعا عشان السكر بودرة فالموضوع ده بيبقى سهل بعد ما وصلنا بقى للمرحلة دي هنضيف عليهم بيضة واحدة وبعدين هنحط عليها فانيليا ياما بودرة ياما سيلة ورشة من الملح وهنقلب البيض مع الزبدة والسكر كويس كان موقفه لغاية لما هينتزجوا خالص بعد ما هينتزجوا هنضيف لهم الإدقيق هنستعمل كوباية ونص من الإدقيق دي اول كوباية هنضيفها وهنقلب أروس شوية لغاية لما تدقيق يختفي بعدين هنضيف نص كوباية سنضيف فاعدة نص كوباية نضيف بيضة وأكتر كلها لماذا الدقيق يگض طوال من الإقence كوباية Poke We can start avere كوباية ونص من الإدقيق إذا must we can't scale مجرد فقط تقليب عشان يطلع معنا البسكوت مرمل كده وناعم ما يبقاش ناشف هنقسم بقى العجينة لنصين هناخد النص الاولاني هنحاول طبعا نعمله نصين قد بعض هناخد النص الاولاني وهنحطه في طبق تاني وبعدين يبقى كده عندنا نص في طبق والنص التاني في الطبق اللي احنا كنا شغالين فيه هناخد بقى النص الاولاني اللي هنعمله ابيض والنص التاني هنعمله بالشوكولاتة النص الابيض هنحطها عدي معلقة كبيرة من الدقيق وهنقلبها برضو لغاية لما دقيق يختفي ومش هنعجن كتير مجرد تقليب بس والعجينة هتبقى طارية وفي نفس الوقت مش بتلزق في اليد ده كده القوام اللي احنا محتاجين هنحط كده اول نص النص التاني برضو بنفس الطريقة هنحط علي معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وبعدين هنقلبه برضو من غير عجن مجرد تقليب لغاية لما الكاكاو يختفي والعجينة هتبقى طارية ومتمسكة وفي نفس الوقت مش بتلزق في اليد ده كده القوام بتاع عجينة البسكوت اللي احنا محتاجين كده خلاص خلصنا النصين هناخد بقى كل نص فيهم ونحط عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر نص معلقة على ده ونص معلقة على ده يبقى احنا استعملنا في الاخر معلقة صغيرة من البيكنج باودر ممكن لو عايزين تحطوها في الاول مع الدقيق مفيش مشكلة وتقسموا العجينة وتكملوا عادي خالص هنقلب بقى البيكنج باودر مع كل نص لجاية لما يختفي وبعدين هناخد بقى كل نص فيهم وهنكوروا لكور صغيرة جدا نحاول ان الكور تبقى صغيرة وكلها هيبقى حجمها قد بعض وعددهم الابيض والشوكولاتة هيبقى قد بعض هي هتبقى بالشكل ده بعد كده هناخد بقى الكور دي هناخد اربع كور واحدة بالشوكولاتة واحدة بالفانيليا وبعدين بالعكس هنحط واحدة واحدة بعد كده هنقربهم بعض كده عشان نلزقهم في بعض ونحاول ان احنا نضغط عليهم ممكن نحطوهم بالشكل ده بحيث ان البسكوت هيتلع شكل الوردة كده وممكن الطريقة التانية ان احنا بس هنعملهم زي احنا عاملين كده بين ايدينا بالراحة لغاية لما يمتازبوا ويددونا الشكل الجميل ده هنحطوهم كلهم بقى في صنية الفرن مدهونة بالزيت او محطوط عليها ورق الفرن وندخلها فرن سخن حرارة 180 درجة على الرف اللي في النص بتاخد تقريبا ربع ساعة اول ما بتطلع بنسيبها لغاية لما تبرد خالص بعد كده بنقدمها ممكن نحطها بقى في علبة وانشالها الوقت نحنا نقدمها فيه جميلة جدا راحتها وطعمها في منتهى الجميل وزي ما انتو شفتوا سهلة خالص يا رب يكون عجبكم الفيديو واشوفكم ان شاء الله المرة الجاي